طيب طيب، ما تخلهمش يجيبوا عن عنيكم أنا هتابعت بالتليفون يا شيخنا خير يا صالح، فيه ايه؟ حمزة خرج عبدالله من السجن، ورجاله وراه خرجه من السجن؟ ليه؟ مش عارفين والله يا شيخنا، بس كله عرفوا ان هو حاول يتكلم معاه طيب عبدالله مش ممكن يتكلم اوه، جايز عشان كده خرجه من السجن، جايز يكون عايز يخليه جربه اتكلم غصب عنه اوه عبدالله مش هيقول له حاجة بس لازم برضو مردوش فرصة محاق ووضوح حمزة ده زاد عن حده ما عادش يتسكت عليه ادمع رجالة صالح مشكلة حمزة دي لازم تتخل والنهاردة امرك يا شيخنا يلا رجالة عجبك اللي حمزة بيعمله ده؟ ايه يا عمل يا باشا؟ راح السجن خد عبدالله ومشي مشي؟ راح بيه على فين؟ ما عرفش، هطلبه دلوقته اعرف راح فين ايه ده بس يا باشا، سيبه سيبه ازاي؟ مش لازم اعرف خده ليه وراح فين؟ يمكن حمزة يخليه يتكلم هديك شايف حضرتك، وصلنا الحيطة سد سيبه يجرب ايه بس مش كده، لو عايز يستجوبه كان عد معا في السجن وعمل اللي هو عايده مش معا عبدالله عبدالله ده كان تاني اهم شخصية بعد جابر يعني الاستجواب العادي مش هينفع معاها شو بقاله قد ايه في السجن؟ مطلع لاش منه بكلمة يبقى حمزة هيخليه يتكلم ازاي؟ ايه 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 اي ليه رد علي سيبني انت شيبني علي سيبني بكل مش انتو صحاب رسالة عبدالله هنشوف دلوقتي عندك استعداد تموت عشانها ولا لا اه اه على فكر انا مش خايف من الموت سمعني يا سيدة المقدم مش خايف من الموت عارف ليه لاني لو مت هبقى شهيد ومين فينا ما اتمناش ينول الشهادة براو عليك سيبني بقى خلص السجارة بتاعتي علشان افكرك وحيث اوي انا هاعمل فيك ايه ده مش جنوني على فكرة انا اتحكم علي بالسجن مش بالاعدام يا سيدي ما تدقش الخانون مليانة اخطاء وادين اهو بحاول اصلحها مش من حاجك انت كده بتكتلني ظلم انت كده ظلم اتكلم عن الظلم يا عبدالله اهو اهو ظلم ده مكانش ظلم يا عبدالله دوي كانوا مساحيين كانوا مصريين يا عبدالله اهو اوه اه ابتمي لي مصريين يا عبدالله ده حد المسلمين مرحمتهمش فاكر العساكر اللي قتلتوهم في رفع وهما بيفطروا في رمضان اللي فات فاكر كل دة مكانش ظلم يا عبدالله قد لك ebeno كلمة واحدة يا عبدالله فاقي دين تحلل اللي انتو بتعملو ده كلمة واحدة ونسيبك تمشي دلوقتي قدامك خمس دايق خمس دايق تحاول تفتكر كوي ساوي وفكر وما تخرش لو انت مصدق فعلا ان اللي انتو بتعملو ده اجهد في سبيل الله يبقى هتموت وهتخش الكن ومبروك عليك الشهادة امت امت اتكلم اتكلم اقول امت امت سم سليس سلم انا اللي بلغنا عنده اه سجر علي علي انتو؟ وخلناك تعتقله عشان نقدر نجيبه عندنا انتوا اللي عملتوا كده؟ ايوه يا أولاد الله ايوه انا اللي عملنا كده سليم كان لازم يكره عشان عشان يوافي يساعدنا و جابر جابر الناوي علي ايه؟ جابر الناوي علي variety اقول بيجهز العملية هيخلص فيها بيك وكلكو عملية عملية ايه؟ عملية ايه الله انا ما عرفش ما عرفش يا انا لازم جابر الناوي اعمال ايه بطبئة؟ يا أبو الله ما أحراف جسم يا أبو الله من الحدي قلته أمي يخلط فيها من الكل عملي عملي عمليتي عمليتي يعني حمزة دلوقتي مع عبدالله طب وليه ما حدش قالي من ساعاتها يا فانتن وليه هو ما اتصلش بيا يقولي حمزة تصرف من نفسه من الأول ومش هيبطل بقى يتصرف من دماغه البنية قدم ده بعدين برضو ما ينفعش تسيبه الواحد وكل دوت وعشان كده أنا طلبتك إحنا حددنا مكانه دلوقتي هتروح له وترجع به هو عبدالله هوامر سيادتك بسرعة بقى على إذنك فانت موسيقى 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 خايفة تتأخر على معادة الطيارة؟ طب كنت يتقوليني أنك مسافرة بدل معرف من بره لا برضو جوزك وانت اللي قتلت خالد يا سليم؟ ده الواد اللي معاكي في الشغل اللي بتخرجي معاك كل يوم؟ انت اللي قتلته يا سليم؟ فرع معاكي فيه قتلته ولا ما قتلتوش؟ ليه مداي الموضوع أهمية أكبر من حجمها؟ تكنيش بتحبي؟ وقتلته ليه؟ عشان تبعدني عنه؟ ده اللي انت عايزه؟ تبعدني عن كل الناس؟ تخليني عايشها لوحدي لغاية ما تجنن أو أموت؟ انت عايز مني إيه تاني؟ مستني إيه ها؟ نرجع تاني لبعض؟ نعيش سوا في بيت واحد؟ نكمل حياتنا عادي كأن مفيش أي حاجة حصلت؟ انت عايز مني إيه؟ عبوس إيدك تقولي عايز مني إيه؟ عايزك يا غتا كل اللي عملت وكل اللي بعملوه بعمله عشان نركي عنبقوا مع بعض تاني انت أكيد مجنون انت واحد محكوم عليه بالأعدام انت ميت وأنا الحمارة اللي ما كنتش شايفة ده أنا الحمارة اللي لجاعت تصدقت اللحظة إنك لسه موجود انت مش شايف قد إيه انت بقيت غرقان في دم؟ وكل ده عشان إيه؟ عشان دخلت المعتقل؟ كم واحد لازم يموت عشان يدفع ثمن اللي حصل لك؟ قل لي كم واحد عشرة مية ألف وبعد ما تقتلهم إيه؟ ده اللي هيرجعلك حقك؟ ده اللي هيرجعك تاني بني آدم؟ إيه؟ بقيتم تتكلمي زي الناس ليه؟ سليم إرهابي؟ سليم مجنون؟ سليم ماشي يقتن في خالق الله؟ إنما سليم عبر كل ده نبش مهم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر